اشتركوا في القناة المواجهات الحربية الأولى ضد اي تيوسي وبنمطير لقد كانت بداية ولاية عبد الحفيد صعبة خاصة أن شيئا ضروريا كان ينقصه وينقص خزينة الدولة إنه النقود فقد اقترضنا من جميع الجهات لكن كل شيء تبخر فما العمل بدون نقود لا شيء ثم إن بعض القبائل لم تؤدي مستحقاتها من الضرائب منذ خمس أو ثمان سنوات بعد أن أنهكتهم الحروب ومن المستحيل الذهاب عند قبائل الشاوية الذين انسجموا مع الفرنسيين الذين يصهرون على الأمن في المدن والأسواق فأدرك مولاي عبد الحفيد أنه لا بد من إعلان السلام مع الأجانب والخضوع لشروط ومقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء وهذا ما خطب به في المساجد في دجمبر 1908 ولم تعترف القوات الأجنبية بمولاي عبد الحفيد إلا بعد استجابته لهذه القرارات فكل شيء بدأ كالسابق فها هي بداية ولاية مولاي عبد الحفيد تشبه بدايات مولاي عبد العزيز بنفس الأشخاص الذين يبدو أنهم انتعشوا واسترجعوا حيويتهم من جديد فها هو الرسوني قد طلب وحصل على حكم مناطق إجباله كما قلت لك سابقا وها هو بحمارة وأتباعه يريد استئناف مغامراته القديمة وها هم أي تيوسي وبن بطير والمتمردون المعتادون قد أعلنوا العصيان ولا بد من محاربتهم من جديد ووصل وزير فرنسا ميسيو رونو إلى فاس ليتحدث مع السلطان حول الإجراءات الواجب اتخاذها فأشار مولاي عبد الحفيد بأنه يرغب في أن تنسحب فرنسا من برشيد ومديونة وأن لا تبقى في الدار البيضاء إلا لمدة مؤقتة حتى يعد محلته من جديد ويرجع الأوضاع إلى نصابها في المنطقة ثم عوض مولاي الأمين باسم محمد الأمراني في الشاوية قائدا عاما لكل المدربين العسكريين في 22 فبراير وستلتحق به فيما بعد وحدات ما بين 15 و20 ألف رجل ثم اتجه وزيره الأول وسهره السلمدن القلاوي نحو فاس مع وحدات الجنوب ومنها إلى وجدة قصد تركيز الجنود في تلك المنطقة وفي الوقت الذي كانت فيه وحدات الجنوب وقوادها سلمدن القلاوي والسعيس بن عمر والسعب المالك لمتوقي وقواد الرحاملة وبلاد حمر متجهة نحو فاس ولم تلتحق بها وحدات دكالة وحاحة أرسل مولاي عبد الحفيظ مبعوثين فرنسيين للبث في القضايا المعلقة في الشاوية والشرق ثم عين السلحاج محمد المقري وزيرا في المالية والسعبد الله الفاسي وزيرا في الخارجية أثناء غياب السعيس بن عمر في 19 من ماي فتنفست البلاد السعداء شيئا ما في انتظار جديد وكانت الشاوية هادئة وأصبح للفرنسيين قائدا جديد اسمه الجنرال موانيي الذي عود أماديد في يوم 22 فبراير لكن البرابرة وكعادتهم لا زالوا مستمرين في تمردهم فأرغم مولاي عبد الحفيظ على إرسال ثلاث محلات الأولى ضد اي تيوسي والثانية ضد منم طير والثالثة لمراقبة تحركات بوحمارة وجمعت المحلة المتجهة ضد اي تيوسي في فبراير بقيادة سعيد البغدادي الذي أطلق السلطان صراحة والسمحبوب عم مولاي الكبير وكانت عبور المشات تحت قيادة بوعودة الذي التحق بصفوف مولاي عبد الحفيظ وكانت المدفعية مكونة من مدفع هوتكيس ومدفعين جبليين 80 ميلي متر وعشرات الرشاشات جارني بقيادة الملازم بالسديرة والمساعد غوشو وقائد الأفواج النظامية هو قائد الرحى بالخير التزنيتي ووصلت هذه المحلة عبر فاس إلى صفرو حيث عسكرت تحت الزياتين في 3 مارس ووقعت مواجهة قوية هناك أياما بعد تشهيد المعسكر في 6 مارس لكن المدفعية حسمت الموقف ولم يثر أي تيوسي إلا لأنهم لا يريدون آداء الضرائب الخاصة بعد أن اغتنوا بالخيول والأبقار والأغنام والبغال ولم تصمد منهم في المواجهة سوى فخدة واحدة وهم أي تعالي وكان لابد من تنظيم عدة صوقات ضدهم من معسكر مستارا الجرف فقد كان على رأسهم شخص قوي يدعى محمد آغامي لكن أجبروا في الأخير على الاستسلام وآداء مستحقاتهم عينا وتزويد المخزن بـ 250 جندي بقيادة قائد رحى يتحملون مصاريف رعايتهم وأعطيت الأوامر بعد انتهاء هذه العملية برفع المعسكر والانطلاق عند بنمطير حيث الوضعية ليست على ما يرام وفي الوقت الذي كنا فيه عند أي تيوسي كان مولاي عبدالحفيد قد جمع حملة في فاس لإرجاع بنمطير إلى الصواب وسأشرح لك لماذا فقد كان هناك في فاس شريف محموم محترم من سلالة مولاي إدريس يسمى سيد محمد بن الكبير الكتاني كان وراء موافقة علماء فاس على مبايعة مولاي عبدالحفيد منذ 4 يناير 1908 لكن بشروط لا بد من الالتزام بها وكان يؤكد دائما على عدم وجوب دخول الأوروبيين إلى فاس ولم يقبل مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء التي قبلها السلطان ولاحظ أن الأوروبيين قد رجعوا إلى فاس وأن السلطان يستشيرهم في تسيير الأمور وكان لا بد من إعادة كل شيء من البداية فتصاعدت وثيرة انتقادية إلى أن قرر معارضة السلطان بشكل مباشر وذهب عند بنمطير ليحرضهم ويشير باندلاع الحرب المقدسة في التاسع عشر أو الواحد والعشرون من مارس فالتف حوله خمسمائة محارب وكان يوذ الذهاب حتى عند بني مكليد لكن السلطان جمع محلة من ألفين رجل بفاس بقيادة مخبزة قائد موالندحو بالقصر وكان ضمنها مدربون عسكريون أجانب وذباط صف بيزو في المدفعية وبولدينج إنجليزي في الخيالة لكن أحد قواد بنمطير بعد أن تملكه الخوف قبض على الشريف حينما كان يستعد للذهاب عند مني مكليد وسلمه للمخزن الذي اعتقله ورغم ذلك قرر السلطان أن تستمر المحلة في مهمتها ومعاقبة الذين وقفوا إلى جانب هذا المتمرد فكان الانطلاق يوم ثمانية وعشرون مارس وقد كان بوخبزة يتقدم وفي انتباه كبير وببطء نحو بنمطير لأن هؤلاء الرجال قد ظلوا مدة طويلة أحرارا وأقوياء وعسكر أخيرا على بعد كيلومترات من قصبة الحاجب وبعد يومين وجد نفسه محاصرا بمجموعة من المحاربين من بنمطير وبني مكليد وأيت سخمان وقروان بل وحتى زمور الذين أشعلوا نارا قوية في هذه المواجهة فوقعت انشقاقات وتصدعات في معسكره وترك رجالنا المدافع والخيام والمؤن وفروا نحو فاس كأرانب تطاردها كلاب صيد وكانت هذه أول هزيمة لأفواج المخزن الجديد في الخامس عشر من أبريل وكانت حملة السيم حبوب بعد أن أنجزت مهمتها بأي تيوسي قد غادرت معسكر مستارا الجرف قد وصلت إلى شربانة ثم أمقلا حاليا وفي هذا المكان وصلنا نبأ هزيمة المحلة ببنمطير وكان وجودنا هنا مغامرة بعض الشيء لأن بنمطير كانوا قد اتفقوا مع أي تيوسي لمحاصرة المحلة المعسكرة بأمقلا ولكن مولاي عبد الحفيظ أعطى أوامره لكل وحداته المحاربة بالرجوع إلى فاس وأعني محلتنا ومحلة أخرى كانت توجد بعنق الجمل ضد أتباع الروكي سأحدثك عنها بعد قليل فاجتمع إذن كل الجنود بباب سجمة وأخذت بعض التجريدات حراسة أبواب فاس لأننا كنا نخاف هجوم البرابر فأعطيت البنادق والأجور المتأخرة للجنود ونظمت محلة قوية ضد بنمطير بقيادة سيمحبوب في 22 أبريل وفي الوقت الذي كان فيه شريف الكتاني يعاني من الجلد الذي حكم به عليه السلطان في 4 ماي كنا نحن نتقدم نحو بنمطير وبعد هجومين قويين في السادس عشر والثامن عشر ماي ردتهما قواتنا احتلت المحلة قصبة الحاجب ورأت المواضع والأماكن التي هزمت فيها محلة بوخبزة ووجدنا في ساحة المعركة القديمة المدافع المتركة عند الفرار وقد كان للمدفعية بقيادة بنسديرا وضباط الصف دورا كبيرا في هذا الانتصار بالإضافة إلى بعض المدربين المخزنيين النقيب لوغلاي والإنجليزي بولدين وعندما انهزم بنمطير تماما استسلموا وجاءوا بثيرانهم أي الهدية وأدوا مبالغ هامة مئة ألف دور غرامة وأجبروا على مؤونة وعناية خاصة بطابورهم ضمن الأفواج المخزنية وقد كان هذا الانتصار المخزني إنجازا خارقا لم تشهد القبيلة مثلها منذ القديم فأقامت المحلة في راحة تامة بقصبة الحاجب وسط البلاد مدة شهرين في ضيافة بنمطير فاستدعاها السلطان من فاس لتدمير موقع تمرد أصبح أكثر خطورة ذلك أن أتباع بحمارة قد جاءوا في عصابات من أربعين إلى خمسين فارس لنهب القرى على مسافة قريبة من فاس ويجب وضع حد لبحمارة هذا الذي صمد أمام قوات مولاي عبد العزيز وكان السلطان المتحمس والمسرور بنجاحه في بنمطير أكد أنه قادر على النجاح في هذه المهمة نهاية المأساوية لمغامرة بحمارة لقد تركت بحمارة في سلوان حتى أحكي لك عن الريسون وقدوم مولاي عبد الحفيظ من مراكش وتعلم أن السلوان هي قصبة قوية بنيت منذ عهد مولاي إسماعيل على يد حمية البخاريين كانت توجد بها دائما حمية مخزنية خمسمائة رجل سواء في عهد مولاي الحسن أو مولاي عبد العزيز لكنها سقطت في يد بحمارة في ربيع 1903 وقد لجأ إليها الروقي بعد أن هزمه بعمامة وعبد المالك بوجدة في يوليوز 1906 ولم يفقد قوته بل ازداد قوة بمتاجرته مع الإسبان واشتراء البنادق والرصاص وكانت قصبته قريبة من بحيرة كبيرة بسبخة بعرك التي يسميها الإسبان مارتشيكا حيث كانت تصله المراكب التجارية إلى حدود أفراد قصبته ويقال بأن الروقي قد أصبح يتوفر الآن على عشرين ألف رجل وعشر مدافع وست رشاشات في ربيع 1907 ولم يقف المخزن مكتوف الأيدي بل أرسل محلة مراقبة بقيادة الباشا سلحاج علان وبنى معسكره عند كبدان بالقرب من هذه البحيرة وهاجم رجال سلوان المحلة هجومين قويين في الثامن عشر والخامس والعشرين من ماي 1907 بل إن المحلة الشريفة قد حوسرت على الشريط الرملي الذي يفصل لامارتشيكا والبحر ونهب أتباع بوحمارة وريافة المجاورين المعسكر في السابع والعشرين والواحد والثلاثين من ماي 1907 وقد قتل في هذه المواجهات بعض قواد الرحى مع مولاي بوبكر عم السلطان ولكن وعوض أن يهزم بوحمارة الأفواج المخزنية تماما ويؤكد انتصاره فإنه تراجع إلى قصبته ما خافتا ودون شك أن يعقبه أحد إليها وينهب مؤنه وأسلحته وأعاد المخزن تكوين صفوفه كما هزمت محلة أخرى بقيادة السي محمد بن الجلالي الذي خالج مع ثلاثة آلاف رجل وعاد إلى سلوان بثمانية وثلاثين قتيل ومئتين أسير في شتنبر 1907 وقد أصبحت هذه المحلة المسكينة عاجزة تماما عن الحركة فأفراضها دون أجور ودون طعام بل ودون لباس وكان عليها أن تعيش مما يعطيها الأهالي المنهكين من كل هذه الحروب وكانت هذه فرصة أخرى انتصر فيها بوحمارة في العاشر من دجنبر 1907 كما قتل أيضا سي محمد بن الجلالي مع خمس قواد الرحى أما الذين تبقوا فقد فروا وباعوا البنادق والرصاص فاضطر السلطان أن يدعوهم للإلتحاق بفاس فوصل آلاف الرجال بحرا مليليا ثم طنجة نهاية يناير 1908 وبعد هذه الانتصارات استرجع بوحمارة قواه وضمد جروحه وأعاد تدعيم صفوفه بالأسلحة والمؤن وكان يعلم أن مطالبا بالعرش بذأ نفوذه يتقوى في الجنوب وبويع سلطانا في مراكش في السادس عشر غشت 1907 فلماذا لا ينزل هو بذوره إلى فاس وهو الذي لا زال يدعي أنه هو مولاي محمد ولد مولاي الحسن قبل أن يصعد الآخر إليها ولكن للحصول على النقود فقد أكد أهالي الجبال أنه باع للإسبان مناجم الرصاص والحديد الموجودة بسلوان في جبال بني إغرو حيث كان يتحرك المهندسون في هذه المناطق ويعدون طرق استغلال المعدنين فأصبح الريفي يكره الروكي الذي باع الأرض المغربية للنصارى ففي الوقت الذي كان فيه مولاي عبدالعزيز يعد لحملته التي أجهدت في الهنوب كان الروكي قد غادر قصبة سلوان عبر قلاعة وبني أوليشك وبني توزان وبني سعيد الذين طردوه من أراضيهم نحو وادزم تاوريرت وهكذا رجع إلى تازة في 23 يونيو 1908 حيث سيعيد أطوار مسرحيته القديمة وكان الحيينة يحيطون به دائما وبعث رسلا إلى غياثة وتسون والبرانس لضمهم إلى صفوفه من جديد لأنه وصل بأفراد قليلين ككلب مهزوم بعد أن فر مع بعض أتباعه عبر عيون سيدي ملوك ومسون وها هي تازة قد رأت زعيمها من جديد ولما كان بحمارة قد جهز عصابات كبيرة مهمتها الحراسة متسامحة مع الأصدقاء وناهبة الأعداء فإن مولاي عبد الحفيظ ومنذ شهوره الأولى من التولية كان قد بعث بمحلة بقيادة ابن سعيد في الاتجاه الذي يمكن أن يكون قد ذهب إليه الروكي ليصل إلى فاس خاصة أن هناك إشاعات كثيرة بالمدينة تقول إن بحمارة موجود بقصبة أولاد زيان والبعض الآخر يقول بأنهم رأوه بعين السبيت وفي الأيام الأخيرة من فبراير انطلق 2500 رجل شرقا لكن توقفوا بمنطقة عنق الجبل في منحنى سبو حيث كان التقس مضطربا والبرد قارس جدا وزوابع ورياح وأمطار كان مستحيلا معها القيام بأية صوجة فالحيوانات الموجودة في العراء تموت تباعا والمرضى وغير المرضى من أفراد المحلة يرجعون إلى فاس القريبة منهم فاستدعى السلطان هذه المحلة لترجع إلى باب ساكمة في 19 أبريل 1909 في الوقت الذي كانت تقود فيها بقايا المحلة المهزومة ببنمطير وكنا في حاجة إلى رجال للرجوع لقصبة الحاجب واستأنفت عصابات بوحمارة عملها التخريبي فقد وصلوا عند الشواشي وملتقى نهري سبو وإناون وقد كان قائد هذه الطليعة عبد زنجي قديم للسلطان وأصبح خليفة لبوحمارة يدعى العبيد الجيلالي ووصل بتمرده ونهبه حتى أولاد الحاج مخلفا وراءه النيران والدماء بل إنه قام باستطلاعات حتى حدود قنطارة وادي سبو وطيلة شهر ماي ويونيو كانت الأوضاع بضاحية فاس والمناطق المجاورة لها مدطربة وأصبحت القبائل الخاضعة قلقة من ردود فعل السلطان الذي لا يحبيهم وكان المنهوبون يدخلون إلى المدينة خائفين بل إن الخوف قد تسرب إلى سكان فاس أنفسهم حيث أغلقوا باب فتوح فلابد من التدخل إذن وبسرعة وهكذا استدعى مولاي عبد الحافيد حملته المنتصرة ببني مطير إلى فاس بعد أن تركت حمية بقصبة الحاجب بل إنه ودون انتظار وصولها بعث طليعة من طابور العبيد في حوالي سبعمائة رجل وكان الجيلالي في هذه الأثناء معسكرا بعين السبيت عند بني سادا وبوحمارة مع خمسمائة نظامي يوجد بعين تافاسا وشيد المعسكر الشريف بالحزر الكحلة على سبو فقمنا بصوغة ضد الجيلالي وكانت المواجهة في منبسط على ملتقى واد اللبن وواد إيناو فر المتمردون المنهزمون عند الحيانة ولم نطاردهم بل اكتفينا بنهب معسكرهم والرجوع إلى الحزر الكحلة وبعد إقامة في هذه المنطقة رفعت محلة السمحبوب المعسكر في اتجاه الشمال الشرقي نحو شراغة وقشتالة وعلمنا أن بوحمارة الذي التحق به الجيلالي قد وصل مع أتباعه إلى منزله عبر الضفة اليسرى لورغة فقد كان يريد ودون شك أن ينضم إليه جباله ويهجم معهم على فاس لأنه وحسب هذه المعلومات فإن إعداد جنوده الحاليين قليل جدا مكون أساسا من حيانه الضفة اليمنى لإيناو والذي يبدو جليا أن قبائل ناحية تازة قد تخلت عنه ولم تعد تمده بالمؤن وسيحاول البحث عن مصدر آخر فمر عبر عين مديون وقلعة سلاس مهددا بالهجوم على فاس البالي بقشتالة في الثامن والسادس من غش 1909 وجبل أمراكاو وكانت محلتنا تتقدم فرسان أولاد جامع قاطعة عرضا بلاد شراغة في اتجاه اللحاق بالروكي والقبض عليه في حوض ورغة التي يقوي فيها صفوفه بالقبائل المجاورة وفي اليوم الذي عسكرنا فيه قرب سوق اثنين قشتالة بعين أم جنافر في التاسع من غشت أخبرنا أهالي المنطقة أن الروكي قد ذهب عند السلاس حيث عسكر وأنه يتحرك بتجريدات متفرقة على طول وادي ورغة وجبال بني ورياغل وعم الخبر كل صفوف المحلة فأمر السمحبوب بأن يمتطي الكل خيولهم وكنا على بعد ساعتين تقريبا من وادي ورغة ولما اقترمنا لاحظنا في الوقت الذي كنا نستعد فيه لعبور الواد طليعة جنود الروكي بالسهل وأخبرنا المستطلعون بأن حملته تمتد على طول عدة كيلومترات تتخللها فراغات وتقطعات وسط الصفوف فبدأ الهجوم ومنذ الوهلة الأولى انتصر المخزم وقد كان بني ورياغل القريبين جدا من مرتفعاتهم الجبلية الذين ينتظرون اتجاه الريح من سيفوز قد لاحظوا ضعف وحدات بحمارة فانقلبوا ضده أملا في تحصيل نصيب من غنائم القافلة فتقطعت وتلاشت محلة العدو وهجمت في خمس أو ست أماكن فكان المحاربون يفرون والحراس يغادرون قافلتهم فكنا نجمع العبيد والإماء المستعطفين والخيول والبغال المحمل بالأمتعة وشرع في نهب صفوفه لكن بحمارة وهو المحارب الجيد والقوي قد أوقف جنوده وشجعهم على المواجهة أكثر وبعث تجريدات لتقوية النقط الضعيفة واستؤنفت المواجهة ولم يكن الهروب هروب أتباع الروكي هو المنتظر كما رأينا قبل لحظات بل كانت هناك مواجهة قوية ومنظمة أمام عدد أكبر من الجنود وعند غروب الشمس توقفت المواجهة وبقيت محلة الروكي في أماكنها وقضى بحمارة ليلة فوق تل لقد كان فعلا يوما عصيبا قصفنا فيه دون توقف منذ الساعة الثانية بعد الزوال وكان هناك عدة قتلى وجرحى من الجانبين وعند الفجر اختفى الروكي في اتجاه الشمال الشرقي نحو بني خالد وبني مسكيلدة بلال لعويش فطارد هجباله إلى حدود زاوية مولاي عمران عند بني مستارة فجمعت المحلة الشريفة الأسلحة والمؤن والأمتعة التي تركها هذا المتمرد عند فراره وأسرت عدة جرحى ومرضى لم يستطيع اللحاق به ومشت حوض ورغة وبعد غياب مرتين رجعت إلى معسكرها بعثت إلى فاس بحوالي مئتين أسير وأربعين رأس مقطوعة لتعلق على باب محروق وقد كان من ضمن القتلى الخليفة الجيلالي في العاشر والحادي عشر من غشت ثم عبرت المحلة واد ورغة إلى المشرع في منبسط بلاد بني ورياغل ثم صعدت نحو واد أوديار لتصل إلى مولاي بوشتة الصغير حيث عسكرت وأرسل قائد الحملة من هذه النقطة بعد القواد مع حراسهم إلى مختلف الجهات لمعرفة أي الجهات اتجه نحوها أروكي فجاءت الأخبار مؤكدة وجوده بزاوية مولاي عمران وفي أحد الأيام جاءنا أهالي بني مستارة يخبروننا أن قوات محمارة قد تلاشت وأن فرسانه يغادرونه شيئا فشيئا وأنه لم تعد له الأموال الكافية ولم يبق حوله سوى حريمه وخمسين فردا من العبيد ومن السهل القبض على هذا المتمرد الذي تعب من مؤونته وتغذيته وكان اليوم يوم جمعة فقرر الذهاب أولا للصلاة ثم الانطلاق حيث كان الفرسان يتبعون مدفع ثمانين والرشاشات في الأمام وكان أهالي البلاد يساعدوننا على عبور مسالك هذه البلاد الوعرة والمرتفعة التي يصعب فيها التحرك بسهولة وسرعة وأخيرا وصلنا إلى حدود الساعة الرابعة والنصف إلى مشارف الزاوية التي لجأ إليها بوحمارة في 22 غشت فبدأت المواجهة حيث كان دفاعه قويا فالعبيد يقصفون من الزاوية نفسها مما أفقدنا عدة أفراد لأنهم كانوا يرمون من ثقب الأسوار وكان السكان المجاورون للزاوية قد غاضروا مشاتيهم بمجرد علمهم باقترابنا واحتموا بأبنائهم ونسائهم وبهائمهم بعيدا عن مسرح المواجهة التي ينتظرون نهايتها واقترح في هذه الأتناء أحد أفراد المحلة الفكرة التالية إن الوسيلة الوحيدة للقبض على بوحمارة دون فقدان مزيد من الأرواح هي إشعال النار في سقف الزاوية فتطوع أحد الرجال بعد أن تجرد من ثيابه تماما باحثا عن مكان مناسب ليبدأ عمله فانبسط أرضا وأخذ يمشي على بطنه كثعبان في المنعرجات والأماكن الوعرة مختفيا وراء أدنى مرتفع في الأرض وازداد دوي البنادق لإلهاء المحاصرين عن تحركات هذا الرجل ووصل أخيرا واشتعلت النار بالسقف فلم تعود الوضعية بالزاوية مريحة فقد كنا نسمع الصراخ وكان بوحمارة وتحت حراسة قصف العبيد من الشرفات والثق يخرج النساء الواحدة تلو الأخرى من الزاوية وكان بعض العبيد يتقدمون أمامنا يطلقون النيران يمينا ويسارا والسقف المحروق قد سقط نصفه لكن أين بوحمارة وقد كان الهاربون المتمردون يحاولون الابتعاد من المواجهة في نظام متسللين لكن فرساننا كانوا يحاصرونهم وأجبروهم على الدفاع من جديد وكان أحد الجنود الذي يعرف الروكي قد ميزه من وسط النساء فاعتقلوه وأحاط قواد الرحى فرحين بكونهم هم الأوائل الذين عرفوه وكان منهم ابن الجيلالي والسغال الزمراني وعقرة والناجم واعتقل معه الكل النساء والفتيات والعبيد والإماء وقد كان السمحبوب قائد المحلة الشريفة قد بقي بمعسكر مولاي موشتا وكانت التجريدة التي قبضت على بوحمارة تحت قيادة السعر الكريم ويلد بمحمد الشرقي وبوصول الليل كانت الأفواج تراقب وتحرص أسراها حيث قضت الليلة في مكان القبض على بوحمارة فاستأنف السكان حياتهم اليومية وبمجرد القبض على الروكي رجع الملازم الجزائري بنسديرا الفرنسي الوحيد في هذا الاعتقال إلى المعسكر ليخبر السمحبوب بالنبأ الجديد فأرسل السمحبوب رقاصا إلى المقدم مانغا لإطلاعه بالجديد وفي اليوم الموالي على الساعة الثامنة صباحا أدخل الروكي إلى المعسكر وسط استغراب كبير فلم يكن يرتدي سوى قميس ورأسه عار تماما لكن كان يمشي متبخترا فخورا وقد كان عمره حوالي خمسون سنة ولم تكن عينه ناقصة كمولاي محمد لكن عيناه مفتوحتان واثقتان وكان يبدو كأنه لا ينظر إلينا وكان وحيدا رجلاه مغنولتان فقد اختفى كل رجاله وسب يجبالت نسائه وباع أفراد المحلة عبيده وإماءه وهو سلطان الشرق السابق يمشي كالص بئيس وعندما وصل عند قائد المحلة اشتكى له من الجوع والبرد فكساه السمحبوب وقدم له الطعام ووضع له الحداد الأغلال برجليه وأركب بغله بسريجة واتجه به نحو فاس تحت حراسة بقيادة السعب الكريم وبقيت المحلة معسكرة بمولاي موشتا وبمجرد أن علم السلطان بالنبأ أعد قفصا قويا قبضانه من حديد مثل قفص الحيوان المفترس وأرسل تجريدة لاستقباله فأدخل بهمارة إلى هذا القفص مكبلا دائما إلى فاس عبر باب بوجات فأعلن البراحون في كل الأنحاء في فاس الجديد وفاس البالي نبأ القبض على بهمارة فعم الفرح والارتياح وأطلقت المدافع طلقات الفرح وأغلقت المحلات وخرج الناس جماعات من الأسواق وأقيمت حفلات التبوريدة وتزاحم الناس لرؤية هذا المهزوم والذي سيراه السلطان بدوره مثل شعبه فأدخله الحراس بسهولة إلى المشور الجديد مخافة الهيجان الشعبي فعزفت الموسيقى ولعبت التبوريدة وكان السلطان محاطا بكل المخزن الوزراء والكتاب جالسا في الخلف أمام حيوان قصره فطيث بهذا الأسير كل أنحاء القصر حتى يتعرف عليه كل الحاضرون فأنزل القفص أمام مولاي عبد الحفيظ الذي أخذ يتأمل صاحبه مدة طويلة وكان ينظر إليه وهو بدوره دون أن يقول أي شيء وأخيرا بدأ الحوار بين الرجلين كما سأقول لك ما اسمك يا ولد الحرام الجلال الزرهوني لماذا انتحلت صفة أخينا مولاي محمد منذ سنوات وعاردت أخيرا أيها الكذاب سلطتنا رعاها الله لا يقع إلا القدر المكتوب فلماذا كنت تتجه نحو وزان لا تسألني أي سؤال لأنني لن أجيب عنه لكن أعطني طعاما لأنني جائع وبعد ذلك سأعترف لأنني أرى أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نتحدث فيها فاستغرب السلطان من مثوقية هذا الرجل في نفسه وأمر بإعطائه الطعام وقدم له الخبز والسمن هل هذا طعام يقدم إلى الصلاطين فرفض أن يأكل وأشار السلطان إلى حجبه الذي أعطى أوامره وبعد لحظات جاءه عبدان أمام القفص بطجينين من لحم الدجاج والغنم فكان بوحمار يأكل كثيرا ويبطئ والسلطان ينتظر دائما وطلب شايا فأعطيه ولما رشف آخر رشقة قال له مولاي عبد الحفيظ حسنا فقل الآن بعد أن امتلأت بطنك لماذا ذهبت عند جباله لقد كنت ذاهبا إلى مولاي عبد السلام لأن تمت كان من الممكن أن أتفاوض معك كيف؟ ألا تستحي من تصرفاتك؟ لست أستحي من تصرفاتي كما لا تستحي أنت من تصرفاتك فكلنا من أسرة واحدة فنحن الاثنان روكيان فإذا كنت أنا روكيا فإنني لم آتي من دوار في الجبال أمتطي حمار وأطالب بعرش فاس فأنا من أسرة السلطان المنحدر نسبوه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنا بفضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هنا هو السلطان نعم هذا صحيح لكن يبدو لي أنك تحتقرني كثيرا وتعاملني كراعي أغنام فأنا متعب وأريد أن أستريحها رغم آلام الأغلال في رجلي فلا داعي للإطالة في الكلام فإما أن تطلق صراحي وتضمني إلى جانبك أشتغل معك أو تعدمني فلو كنت مكانك وكنت مكاني فإنني لن أفكر سوى في هذين الحلين ولم يتدخل السلطان كما لو أن بو حمارة هو من يتحكم في الحوار اطمئن فأنا لا أقتل وأشوه أجساد أمثالك وقد حاول السيد عبدالقادر الفاسي أن يسأله لكنه أجابه لن أجيبك فأنا لا أتحدث أبدا مع غير الملتحين وفي الوقت الذي كانت فيه خطب المساجد تنوه بالقبض على بو حمارة ظل هذا الرجل في قفصه محروصا بباب بوجات وكان قد بني سورا مربعا من الإسمنت حتى يمكن لكل واحد أن يشفي غليله من رؤيته ولما شفي غليل كل أهالي فاس أطفالا وشيوخا وأيتاما ومشردين وعجزة فوق بغالهم من رؤية الروكي نقل إلى دار المخزن حيث سجن في بنيقة تحت حراسة مشددة دائما وبعد سبعة أيام من هذا الانتصار دامت الحفلات يوميا بباب محروق بأشكال مختلفة حفلات سأحكي لك عنها الآن فقد عرضت خسائر الحرب من قبل الأسرى المبعوثين بعد هزيمة الروقي بوادي ورغة ومن قبل من لا زالت محلة سيم حبوب تطاردهم في نواحي فاس ووفد على فاس عدد جديد من الرؤوس المقطوعة من 60 إلى 80 الذين عمل اليهود وتجار المحلة كالعادة على تمليحها وخياطة قطعة جلد في العنق وعلقت على جدران باب محروق أمام حشد كبير من الناس ووسط الأهازيج والنغمات الموسيقية والأفراح كما وصل أيضا 300 أو 400 أسير لا أتذكر العدد جيدا أفواجا أفواجا فكانت توضع في أرجلهم الأغلال بمجرد وصولهم وتقطع يد ورجل كل واحد منهم وكان يقال إنه لم يكن هناك إلا أتباع بحمارة لكن المؤكد أنه كان من ضمنهم جبالة وبعض المساكين الأبرياء الذين اعتقلوا صدفة لأن حملة سيم حبوب لا زالت دائما في المواجهة ولما انتهت مهمته رجع السعب الكريم مع رجاله إلى مولاي موشت الصغير ولما كانت قوات السلطان مزهوة بهذا الانتصار الكبير أي القبض على بحمارة فإنها مشطت كل هذه المنطقة الجبلية من كل المتمردين الصامدين والمتحصنين بالجبال وخلال ثلاثة أو أربعة أشهر استخلصوا الضرائب حيث كانت تذهب تجريدة يوميا بقوادها إلى هذه المنطقة أو تلك لإخضاع المزيد من القبائل وجلب الأسلحة والقطعان والأغنام والبغال فكان الشعير والقمح يتراكم ويتكاثر في مولاي موشت بالإضافة إلى عدد الأسر المتزايد الذين يبعثون إلى فاس أفواجا بدرجة ارتفعت بها منزلة أفواج مولاي عبد الحفيظ في عين الجميع وقد كانت الإعدامات وتعليق الرؤوس متواصلة يوميا في باب محروح حيث كان يتجمع الناس من الأسواق كل يوم خميس وكان بائعوء الحلويات يتحركون بنشاط في الأسواق والسقاءون يقرعون أجراصهم والنساء يضحكن خلف حياكهن والموسيقات تعزف واختلطت فرقة السلطان بفرق الشيخات المزينات بالحلي فكان الحفل بهيجا لدى العامة وكان الجزارون بباب محروح يشحذون سكاكينهم لقطع يد يمنى ورجل يسرى لهذا السجين ويدا يسرى ورجل يمنى للآخر فسالت الدماء وسط أفراح أهل فاس ولكي يوقف نزيف هؤلاء البؤساء فإنهم كانوا يحملون إلى سهر جماء ساخن ويحشى ما تبقى من أعضائهم الدامية وسط صراخهم وآلامهم وماس كثير منهم هنا لنزيفهم من الدم وبعد بضعة أيام من احتفال الخيالة هذا تجمع قناصل القوات الأجنبية الموجودة في فاس وقرروا استضافة السلطان وطلبوا منه باسم الإنسانية والتحضر أن يكف عن هذه التصفيات البشعة فأجابهم مولاي عبد الحفيظ بأنه هو السلطان هنا وليس غيره وأن له الحق في عقاب المتمردين كيف يريد ولم يعقب عليه الأوروبيون لأنه وهو سلطان المغرب لم يكن يتدخل لا في شؤون فرنسا أو إنجلترا أو غيرهما ليخفف من مآسي أسراهم ومجرميهم بل إنه ثار ضدهم وخاطبهم بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض صورة المائدة الآية 32 واستمرت الحفلات الدموية ببام محروق واستقبل يوما قافلة من الأسرى وسألهم بعض الأسئلة ماذا كنتم تفعلون في فخداتكم فليجبني كل واحد على حدة لأنني سأجازيكم بالالتحاق بصفوف المخزن فتبين أنه يوجد من بين هؤلاء الأسرى كثير من الموسيقيين موسيقي بوحمارة لأنه كان له موسيقيوه وخيمته وخاتمه فاستقدم السلطان العرب الذين يزيلون الأدراس وعمرهم بقلع أسنان كل هؤلاء الموسيقيين لأنهم لن يستطيعوا الغناء بدون أسنان فاستعصى على هؤلاء المساكين الدامية أفواههم أن يعزفوا على غيطاتهم مزاميرهم التي لم تعد تصدر أي صوت وقال مولاي عبد الحفيد أترون إنهم ليسوا سوى دجالين مكرة وسجن بعضهم ووضع الآخرين في أقفاص الأسود وخلال هذا الوقت كله فإن بوحمارة كان يوضع بضع الساعات داخل قفصه في ساحة المشور وأخرج مولاي عبد الحفيد في يوم الجمعة مولاي محمد لصلاة الجمعة بمسجد فاس الجديد فتبين وللمرة الأخيرة أن بوحمارة لا يشبه مولاي محمد في شيء وألح السلطان على الروق لأخذ معلومات من مناجمه في بني إفرور وعن كنوزه التي يمكن أن تكون له في تازة أو في مكان آخر ولم يستطع بوحمارة قول أي شيء لأنه لا يتوفر على أي شيء ومرت الأيام والمتمرد دائما حي بل بدأ يسترجع شجاعته لقد مر أسبوع على إلقاء القبض على المتمرد وقال مستشار السلطان سيدنا إن بوحمارة خاطير رغم كونه أسيرا ألا ترون أنه من المناسب قتله خاصة أن الأوروبيين شتت الله شملهم قادرون على المجيء عندك وآداء فذيته لإطلاق سراحه وقد سبق أن احتجوا باسم العدالة في بب محروق فأظهر لهم أنك سلطاننا الذي نصره الشعب والذي يشبهه علماؤنا بجديه الميمونين مولاي الحسن ومولاي إسماعيل فدع السلطان لاجتماع يحدد فيه مصير الروكي وقد كان الاجتماع سريا حضره الحاج أحمد الكريسي وبعض قواد الأفواج النظامية الأوفياء والسيدريس والدمنو والقائدين بوه ومبارك السوسي فتوجهوا عند الأسير الذي أخرجوه من قفصه ومن البليقة في اتجاه حديقة الوحوش حيث توجد الأسود والنمور والفهود التي جاء بها السلمهدي المنبهي من إنجلترا إلى مولاي عبد العزيز في سنة 1901 فأدخل إلى قفص أسد ظنا أن الأسد سيفترسه لكن لم يضربه هذا الأخير إلا على كتفه برجله فانزوا في الركن وأخذ ينظر في هدوء إلى المتفرجين فقال مولاي عبد الحفيظ للحاضرين انظروا ما يكون هذا الرجل الذي رفض الأسد افتراسه إنه ساحر جبار فالتفت متعبا إلى القائد بارك السوسي وقال له عندك مسدسك اقتله بمجرد أن أخرجه فأخرج بوحمارة فشق القائد بارك رأسه بطلقة من مسدسه وجر عبدان جتسه في ركن من القصر وصب عليه الغاز وأحرق في الخامس عشر أو السادس عشر من شتنبر 1909 هكذا إذن كانت النهاية المأساوية لهذا المتمرد المشهور الذي هزم أفواج مولاي عبد العزيز والذي عين وعزل قواد الشرق وتخلوا عنه الواحدة والآخر وأتم ثروته بوادي ورغة ولم تعد محلة السيم حجوب إلى فاس إلا فيل وانبر حيث دخلت دخول المنتصرين مارة بباب محروق المزيني دائما برؤوس المتمردين وعمت سلطة مولاي عبد الحفيظ البلاد كلها واعترفت به تازة وجاء غياثة وتسول والبرانس الأقوياء لمبايعته وازدادت مكانة المخزن قوة بعد القبض على بحمارة مصاعب جديدة للمخزن الحفيظي ولا يعني هذا أن مولاي عبد الحفيظ لم تعد له أي مشاكل في الحكم خاصة بعد القضاء على بحمارة وامتداد بيعته في المغرب كله بل إن أحد إخوته مولاي الكبير قد التحق بالجبال في محاولة منه كما يقال للحصول على العرش ثم إن الإسبان كانوا يريدون الشروع في استغلال مناجم الحديد بكبدانة التي أعطاهم إياها أروكي والذين قتل منهم العديد من العمال والمهندسين على يد ريافة وأرسلوا في المقابل فيلقا من خمسين ألف جندي ليحتلوا رأس الماء وسوق العرب بكبدانة والناظور والمناجم المعروفة في شتنبر 1909 وأرسل مولاي عبد الحفيظ رسالات احتجاج إلى القوى الكبرى وأخيرا فإن الخزينة تشكو من فراغ كبير وأصبحت تأخذ الضرائب مضاعفة مرة أو ثلاث مرات ويقال إن عدة قواد أغنياء صدرت أملاكهم وأرسلت محلة إلى تازة لاستخلاص كل الضرائب المتأخرة لكن الوضعية ظلت كما هي وأخذ السلطان يفكر في مغادرة فاس نحو مراكش حيث يمكن القبائل الجنوب القوية والغنية أن تؤدي ضرائبها التي لم تكن تعطيها إلا بصعوبة للخليفة مولاي بو بكر لكن القبائل المحيطة بفاس قد احتجت بشدة وقلقت من تصرفات السلطان مما أخاف الباشا من اندلاع ثورة شاملة بعدما يغادر السلطان وأفواجه فاس وكان مولاي عبد الحفيد قلقا بعض الشيء من تحركات مولاي الكبير وتعلم أنه ابن آخر لمولاي الحسن طويل قامة وسمين غليظ منقط الوجه الذي رجع إلى مراكش في أبريل أو ماي 1909 مع محلة قواد الجنوب عند مولاي عبد الحفيد لكن بوصوله إلى الرباط ولا أدري هل كان يخاف أن يسجنه أخاه ويصادر كل أملاكه وهل كان يفكر إلى ضم عديد من الأتباع ليطالب بالعرش لا أعلم ولكني أرى أنه خاف خاصة بعدما علم أن ضيعاته ودخائره من الحبوب والشاي قد صادرها السلطان اختفى ليلة مع أتباعه الأوفياء عند زمور وزعير فاستقبله زمور استقبالا حارا وقدموا له المؤن وبعد مولون شهر ماي كان مولاي الكبير يبحث عن الرجوع وطلب العفو فقد خاف كثيرا وهو محق في ذلك عندما صدرت أملاكه لكنه كان يعلم أنه ليس هو المستهدف في شخصه فصعد عبر تافو دايت نحو وادي بهت في يونيو وكتب إلى مولاي عبد الحفيد يطلب منه بحسن معاملة أهله أي نسائه وأطفاله وأن يرجع إليه أملاكه أما بالنسبة له هو فيريد الذهاب إلى الحج إذا سمح له السلطان لكن هذا الأخير أجابه بأن أملاكه لن ترد إليه إلا في فاس التي يجب أن يأتي إليها لكن مولاي الكبير كان يشك في هذا الاقتراح وبينما كان كل اهتمام المغرب منصبا على القبض على بوحمار فإنه أي مولاي الكبير ذهب متخفيا عند قروان وبن مطير وأيت سخمان وبن مكليد وأيت يوسي وغياثة يحدث القبائل في محاولة منه لمبايعته في نوانبر أو دجنبر وقد دخلت محلة سمحبوب إلى فاس مزهوة بانتصارها على بوحمارة فأرسلها مولاي عبد الحفيظ نحو القبائل التي يبدو أنها تساند مولاي عبد الكبير وفي هذه الظروف طلب قائد البعثة الفرنسية مانجا من المدربين العسكريين الالتحاق في خدمة المحلة ويمكن أن يكون قد تواصل بمراسلة بهذه الخصوص من حكومته ولما كان السلطان فخورا من انتصاره الأخير فقد ترك الأوروبيين جانبا وأصبح يتدارس يوميا الكتب العلمية مع ثلاثة علماء وبهذا رجع إلى الطريق الصحيح ولم ينظر المدربون العسكريون الفرنسيون والإنجليز إلى المسألة إلا من الجانب الديني أو المسيحي أوليس حاريا أن يوجد جيش كبير من المسلمين أفضل من جيش مصغر من الأوروبيين وهكذا طلب من إسطنبول مده بمدربين عسكريين أتراك ثم إن تراجع نفوذ المدربين العسكريين قد سر الأتراك الذين سيصل منهم نقيب واحد وعشر ضباط صف إلى طنجة في تسع نوانبر لمصاحبة محلة سي محبوب التي سوف تنطلق نحو الحيانة فانهزمت هذه المحلة تماما لأن المدربين الأتراك لم يقوموا بأي مجهود لتنظيم صفوف المحلة المتفرقة لأنهم دخلوا ومنذ البداية في صراع مع قواد الرحى الذين يريدون أن يتحكموا فيهم فرجعت الأفواج إلى فاس ثم توجهت بعد ذلك نحو الشر ومولاي الكبير موجود بتازة في عشرين دجمبر وعلم أن قائد المحلة سي محبوب قريبه من جهة الأم فعوض بالسعمر ابن العبدي خليفة وزير الحرب وقريب لغلاوي مخافة أن ينظم السيم حبوب إلى مولاي الكبير ودخل الأتراك في صراع مع الفرنسيين الذين بقوا في فاس لا يقومون إلا بتمرين الطوابير وأرادوا أن يحلوا محلهم وبدأ أن وجودهم هنا أصبح غير مرغوب فيه وظهرت بعض عنوين المقالات في صفحات جرائد المسلمين بإعادة من الأتراك من مثل لماذا تحتفظون بالفرنسيين فلن تجنوا منهم سوى الأخطاء فتذكروا أحداث 1870 فعلقت البعثة الفرنسية مهماتها وخدماتها تماما في العاشر يناير 1910 ولما تعبت فرنسا من رؤية تصرفات وردود فعل مولاي عبد الحفيظ الجديدة والذي لم يعد يحترم الاتفاقيات السابقة وجدت أنه حان الوقت لتذكير السلطان بمجموعة من القضايا التي لم تحل بعد خاصة معاقبة قاتل الدكتور موشو بالإضافة إلى بعض الضيون المتأخرة وأنه إذا لم يسحب المدربين الأتراك فإنها ستنادي على بعثاتها وقناصلها وتطلب بتسوية عاجلة لكل القضايا فاستجاب السلطان لهذا الشرخ خاصة أن الأتراك لم يحسنوا التصرف عند الحيانة وأن الجنود المغاربة قلقين من وجودهم رخص مولاي عبد الحفيظ للمدربين العثكريين الفرنسيين بالالتحاق ومرافقة محلاته في 28 فبراير 1910 ولا زالت المحلة الشريفة معسكرة أمام تازة منذ عدة أشهر لكن المنطقة هادئة وليست هناك أي معارضة أو عصيان ولم يعد مولاي الكبير مقلقا كثيرا ووصلت إلى صنهاجة الداخلون في مواجهة مع المغزن في 12 أبريل لكن عند المرور بوادي اللبن تذكر الحيانة انتصارهم السابق فهاجموا المحلة وكبدوها هزيمة قوية 20 قتيلا منهم ثلاث قواد المئة وعددا كبيرا من الجرحى في 15 أبريل فتراجع المغزن إلى سوق أربعاء تيسا والحيانة يطاردونهم دائما لكنهم اختفوا بمجرد علمهم أن السلطان قد بعث ضدهم بثلاثة طواير مع المدفعية والحاجب الحاج أحمد الكريسي فاستؤنفت المواجهات مع صنهاجة لكن ها هو مولاي الكبير يثير الشكوك من جديد فقد بايعه الحيانة والتسول والبرانس ومكناسة بتازة فرجعت المحلة إلى معسكرها القديم نهاية ماي وأعتقد أنه كان يلزم هذا المطالب بالعرش الجديد الأسلحة والنقود فهو لا يعرف أين يتجه فقد كان يتحرك من قبيلة إلى أخرى ويمكن أن يكون مستاء أو قلقا من هذه المبايعة وأخيرا بعث محلة إلى ورغة لمواجهة المحلة الشريفة وشيئا فشيئا ودون حرب بدأ يطلب الأمان من مولاي عبد الحفيد الذي يجيبه دائما ارجع إلى فاس وسنرد إليك أملاكك وعوض أن يذهب مولاي الكبير الخائف من غضب السلطان إلى فاس اتجه نحو وجله ليصل إلى المنطقة الفرنسية لكن وجوده تمه كان قد أحرج حكومتك التي لها عدة مشاكل مع مولاي عبد الحفيد فنقلته من وهران عبر طنج بحرا نحو فاس وكان قد جاء سيبو مديين كاتب موسيو جيلع إلى السلطان الذي سامحه والتزم بألا يؤدي وضمنت الحكومة الفرنسية حمايته وأعطيه بدون شك منصب خليفة مراكش الذي كان به مولاي بوبكر لكن رغم كل هذه الضمانات فإن مولاي عبد الكبير ظل خائفا فاتجه نحو العنجرة وبعد ثلاث أو أربعة أيام انطلق قائد الرحى الحاج المهدي لطابور طنج صحبة بعض الحراس بأمر من الباشا في مطاردته فاعتقله واقتاده نحو فاس رغم الحماية الفرنسية وأقنع مولاي عبد الحفيد بصعوبة بعدم إعدامه فقد كان يريد قطع رأسه فأعطيه مسكن بدان المخزن حيث عاش منذ ذلك الوقت أسيرا وهذه كانت نهاية تحركه في شتنبر أكتوبر 1910 وفي هذه الفترة كان مولاي عبد الحفيد وبتنسيق مع وزيره الأول سلمدن الفلاوي يريد إعادة تنظيم صفوف جيشه النظامي فأصبح هناك عدد قار للجنود تحت ضغط فراغ الخزينة لكن كانوا يتقادون رواتبهم بانتظام وينضبطون للتعليمات أما الذين لا يريدون الانضباط للنظام الجديد يمكنهم الذهاب فذهبوا إلى فاس حيث قاموا بعدة سرقات بل بعدة اغتيالات فقد سرح وفي دفعة واحدة أكثر من ثلاثة آناف رجل وكان مونجا قد اقترح نقلهم إلى قبائلهم الأصلية حتى يكونون أقل خطورة من فاس وكان ممن بقي من الجنود طابور الزنوج وطابور العسقر العبيد حوالي 650 رجل وسرية التدريب 150 رجل بقيادة البعثة وأربع طوابير من المشات 500 رجل وثلاثة طوابير الخيالة ب150 فارس وطابوري مدفعية بأربع قطع مدفع لكل واحد وطابور من المهندسين بمائتين رجل بمجموع جيش صغير من ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين رجل ولما كان المال قليلا فإن مولاي عبدالحفيظ كان مضطرا إلى تكوين جيش صغير على غرار الأوروبيين وهذا ما لم يكن يريده منذ شهور ورغم هذا فإنه كان يكلفه ذلك أكثر من سبعة آلاف دور أي 350 ألف فرنك أسبوعيا وإن لم تبعث القبائل وحدات النايبة وكانت تبعثها فإن قوات المخزن تبدو ضعيفة جدا لمواجهة تحالف قبائل الشرق أو قبائل جنوب فاس وقد كان الوزير الأول سلمد للقلاوي لا يتواصل مع السلطان كثيرا وكان يقال أنه يبدل قصارى جهده للإساءة إلى السلطان وهكذا قرر أن تؤدي كل القبائل المخزن الضرائب ومعلوم أنه منذ قرون كانت هذه القبائل لا تقدم للسلطان سوى خدمات عسكرية مما يعفيهم من الضرائب وبهذا التصرف سيجبر الشراردة وغيرهم على التمرد فلم يعودوا يرسلوا أي فرد منهم إلى فاس ثم إن القبائل التي كانت متمردة دائما بني مطير وأيتيوسي وقروان وبني حسن مستعدون للبارود ومسرجون خيولهم لتهديد فاس مما أرغم مولاي عبد الحفيظ أن يطلب الفرنسيين لحمايته وعلى العموم لم يكن السلطان هو المشار إليه بسوء التصرف بل مخزنه وكان قد عين وزراء جدد لكن الوقت كان قد فات ولكن أنت تريد أن تعرف كيف كان يتكون مخزن مولاي عبد الحفيظ وماذا أصبح وزراء مولاي عبد العزيز القدماء بعد ذهابه ففي وقت بيعة مولاي عبد الحفيظ بفاس وهزيمة مولاي عبد العزيز لم يعود الوزير الأول سفة ضول غرنيت يقوم بأي شيء وبقي في الرباط مجردا عن أي سلطة ثم إن عبد الكريم ابن سليمان الذي ذهب إلى فاس ليشغل منصب الوزير الأول رفض فوقع مريضا ثم مات بعد ذلك وفي اليوم الموالي دنس قبره وقطع رأسه ولعل ذلك بأمر من السلطان وعلق رأسه بالمصلى مكتوب فوقه هذا جزاء من يبيع وطنه إلى المسيحيين واعتقل مولاي عبد الحفيظ إثر هذا الحدث أحد أحفاد عبد الكريم بتهمة تدنيس القبر وما كتب في المصلى وقد كان المدن الجلاوي هو وزير الحرب لكنه لم يبقى في البنيقة سوى بعض الوقت وعين بدله فيها ابن هس محمد العربي أما بالنسبة له هو فقد حل محل بن كبور الخليفة السابق للمنبهي في منصب الوزير الأول وأصبح بن كبور وزيرا للشكايات وبقي الشيخ التازي في الرباط ثم ذهب إلى الدار البيضاء ومنها إلى طنجة حيث سيموت أمس محمد أركينة صاحب مولاي عبد العزيز فقد ذهب مع سيده إلى منفاه الاختياري وعوض بالحاج أحمد بن مبارك الجريسي حاجب مولاي عبد الحفيظ وبالنسبة لقائد المشور فإن قصر مراكش أعطى مولاي عبد الحفيظ أمر إدارته إلى الباشا إدريس كنيشيش البخاري ولكن بالوصول إلى مكناس عوض الحاج بن عيسى باشا مكناس الذي كانت له علاقة جوار مع البرابرة وسمعة حربية معروفة وكان قد مهد الطريق للسلطان الجديد في هذه المناطق وليجازيه مولاي عبد الحفيظ فقد أعطاه منصب قائد مشوره وعين إدريس باشا فاس الجديد محل القائد البشير مومو الذي بقي مواليا لمولاي عبد العزيز والذي سيعتقل بمجرد وصوله لكن عندما وصل الجنود لتنفيذ تعليمات السلطان احتمى البشير بباب القصر وكان نساء المخزن المحجبات بحسب إدارته إبان غياب مولاي عبد العزيز قد تدخلن له حتى إذا دخل مولاي عبد الحفيظ إلى القصر وجده في طريقه مغبر الجبين راكعا على رجليه طالبا عفوه فسامحه وأدرجه ضمن طابور عبيده وتذكر أن قائد شراقه وأولاد جامع ولد بمحمد الشرقي كان قد أعطى لمولاي عبد الحفيظ خمسون ألف دور ليعين باشا على فاس والبقاء في قيادته أو منصبه التي كانت ستعطى لسعيد البغدادي وعندما رجع الحاج بن عيسى مع سجينه مولاي محمد الذي ذهب يبحث عنه في تمارة مدعيا أنه سيتحالف معه عين قائدا للمشور وباشا فاس البالي واحتفظ لولد بمحمد الشرقي بقيادة شراقه وكان خليفة قائد المشورس مصطفى بن يعيش ودخلت القصر فتاة من عائلة إدريس بن يعيش تزوجها مولاي عبد الحفيظ وأهداها كيسين من النقود ولؤلؤتين نفيستين وعين مصطفى قائدا للمشورس وطلب السلطان النقود من الحاج بن عيسى الذي كان لا يستطيع أو لا يريد إعطاءها له وما دام أن الوقت قد صادف تمرد زمور الموالين لمولاي الكبير فقد اتهم هذا الرجل الحاج بن عيسى الذي كان مقربا من السلطان عبد الحفيظ كان يساند هؤلاء فاعتقل في التاسع عشر ماي الف تسعمائة وعشرة وصودرت أملاكه وأخذت إحدى نساؤه لال البتول وعنفت لتعترف بمكان وجود مال العائلة لكنها لم تكن تعلم شيئا ولا تستطيع الإخبار بمكان وجود نقود زوجها وبهذا أصبح السي مصطفى بن يعيش قائد المشور أما بن عيسى فقد أطلق صراحه بتدخل من الوزير الفرنسي موسيورونو وذهب إلى مراكش وإبان أحداث الفتنة والإدطرابات كان باشا فاس هو الحاج المقري وعوض السي محمد البغدادي الذي عينته فرنسا لكن كان كل هذا في بداية عهد مولاي عبد الحفيد أما باشا فاس فكان هو السي عبد الرحمن بن عبد الصدوق الذي عزل وعوض السي الحسين بن موحى أو حم الزياني أخ لالة رابحة زوج مولاي عبد الحفيد التي سبق أن أهديت إلى مولاي الحسن الذي كان يريدها زوجة مولاي عبد العزيز لكن هذا الأخير كان يفضل كما تعلم الشركسيات وتركها في مراكش وتزوجها مولاي عبد الحفيد ليضم إليه قوة زيان فاستطاع الوصول إلى فاس مرورا بأرض زيان وكان على رأس الحملة بنت موحى أوحم أقوى قائد في بلاد خنيفرة طيلة الطريق لم تعرف المحلة أي عرقلة أو مشكل وأخذ ويلد موحى أوحم في مزاولة مهامه لم يكن رجلا يعرف القراءة والكتابة ولكن كان بربريا قويا ذا أنفة يحب كثيرا الخيول ورائحة البارود من أجل الباقاء في مرصب باشا فاس البالي فذهب يوما إلى أهاليه بالجبل بعدما نودي عليه وعوضه عبد الكريم ولد بمحمد الشرقي الذي ألقى القبض على بحمارة وكان وزير الشؤون الخارجية وزير البحر هو السعيسى بن عمر قائد عبده عوض في غشت 1910 بالحاج محمد المقري الذي أصبح فيما بعد الوزير الأولى عندما رجع السلمدني إلى قصبة تلوات في دجمبر 1911 ومنذ وصوله إلى سنة 1910 كان السلحاج المقري هو أمين الأمناء مكان الشيخ التازي ومكان أمين شكارة سيطيب المقري وأرسل الحاج عمر التازي إلى موغادور الصويرة بعد هزيمة مولاي عبد العزيز وفي الوقت الذي اتجه عديد من أتباع السلطان المخلوع إلى الدار البيضاء لطلب النجوء من الفرنسيين أخذ بعضهم شيئا فشيئا الطريق نحو فاس وعندما هدأت الأوضاع أصبحوا يبحثون عن مزاولة مهمة ما في المخزن الجديد لكن أفهم الحاج عمر التازي أنه لا مكان له قرب السلطان خاصة أن الوزير الأول سلمدن الجلوي قد شغل منزله بفاس وأصبح ملكه وهذا سبب آخر لكي لا يذهب إلى فاس وهذا كل ما يتعلق بالنسبة لمخزن مولاي عبد الحفيظ آخر أحداث مغرب ما قبل الحماية لقد انتهت روايتي ولم يعد لي ما أقوله لك فالمغرب القديم سوف يختفي وما يقع الآن مثبت عندك في كتبك وكنت طول هذه المدة خليفة لطابور عسكر العبيد وكان علي البقاء جوار السلطان بفاس فقد أعيد تنظيم الطوابير كما قلت لك وأصبح لكل طابور ضابط فرنسي وكان هناك أيضا إنجليزيان للخيالة تعرف منهما بولدن دمن الحرس الأسود للسلطان فهل كانت هناك حملات في هذه الأثناء؟ أبدا لم تكن هناك أي مواجهات ولم يعد السلطان يعول في تدخلاته سوى على أفواجه النظامية وكانت قبائل المخزن قد تمردت لأنها لم ترد أداء الضرائب ولاحظ آخرون بأن مولاي عبد الحفيظ لم يلتزم بالشروط التي أقرها العلماء وأنه يتصرف مثل مولاي عبد العزيز حيث يعتمد على المسيحيين فتزايد عدد المتمردين يوما بعد الآخر وانتشروا في الأسواق وأصبحت الطلق خطيرة كالسابق فهم يرغبون في سلطان جديد ولم نعد نعرف ماذا نريد فكثر النهب والقتل وكان أدنى رد فعل من مولاي عبد الحفيظ سيشعل فتيل السيبة وكان أول من تمرد بني حسن وجبالة لأن مولاي عبد الحفيظ كان يريد أن يسلم قشتال وبني زروال وبني مسكيلدا وبني ورياغل إلى قائدي أولاد جامع واشراكة وقد استنجدت هذه القبائل ببحمارة وكان يحاول أن يقبض عليهم بهذه الطريقة فاتجهنا نحو أماكن المحلة بقيادة القائد باقى بوبرين وشريف مولاي يوسف وكان في فاس سوء تواصل بين السلطان ووزرائه من جهة وبين الوزراء فيما بينهم من جهة أخرى الوزير الأول سلمدني ضد المتوقي ووزير الشكايات الذي عوض بن كابور ولم يعد للمخزن سلطة كبيرة فكل القبائل قد تنكرت له باستثناء بعض بني وارين والحيينة وتعلم أن هؤلاء الناس كورق الشجر في مهب الريح وكان شراردة وبني مطير وجروان وزمور وزعير ومجراد صامدون أمامه فإذا أراد السلطان أن يذهب إلى الحوز كما قال فإنه لابد أن يواجههم في الطريق ويخضعهم على التوالي فقونت محلة بفاس لإخضاع شراردة وأريد أن أقول أن المحلة كانت في كامل استعدادها لأنه لم تكن هناك وحدات القبائل فكان النظاميون يكونون حوالي ثلاثة آلاف رجل فانطلقت هذه الحملة من فاس يوم 28 فبراير 1911 بقيادة وزير الحرب سيمحمد العربي بن المدني كما كان هناك أيضا القواد سيمحمد البغدادي والمقدم بغومون والنقيب لوجلاي كما كانت تضم طوابير المشاء الخمسة في حوالي 1700 إلى 1800 محارب وطوابير الخيالة الثلاثة في 350 فرص وطابور المدفعية ومجموعة من 80 محارب من الجبل بقيادة أجودان بيزو وسرية مدفعية بقيادة الماريشال ديلوجي جيراز معلومات من سديره وقد كونت هذه الأفواج منظمة على الطريقة الجديدة التي كان يعارضها العلاف وما دام لم يبقى في فاس سوى بعض غير النظاميين مع المدفعية فقد استدعيت وحدات الحوز التي جمعت بصعوبة لتتجه نحو فاس عبر الرباط وصلوا حوالي 12 أبريل ووصلت محلة سيمحمد العربي إلى بلاد شراردة وهزمت المتمردين دون صعوبة كبيرة بسوق سبت شراردة في 3 مارس وتابعت مسيرها أماما في اتجاه معسكر العدو سيمحمد بن يعقوب حيث شتتت المدفعية المتمردين وتوردوا إلى جبل سلفات في 7 مارس وعسكرت الأفواج الشريفة بعد حسن صنيعها بدار القائد حفيظ حيث جاءت القبائل المنهزمة لإعلان طاعتها وبقت هنا مدة شهر إلى أن استدعيت بصفة استعجالية إلى فاس حيث الوضعية أصبحت صعبة بعض الشيء وفي الوقت الذي كانت فيه هذه القوات المهمة في بلاد شراردة علم السلطان بأن قروان وبني بطير يتجهون نحو فاس فبعث ضدهم بعض الجنود الذين تبقوا عنده استيرة لكن هذه الحملة لم تقم بأي شيء فكان أفرادها يبيعون الرصاص مقلدين قوادهم وبمجرد رؤيتهم العدو تراجعوا دون أن يحاربوا وتوردت إلى حدود نزالة فرج آخر محطة قبل فاس وفقدت حوالي ثلاثين قتيل وكثيرا من الجرحى في 27 مارس وقد شجعت هذه الهزيمة البرابر الذين يستعدون لمحاصرة فاس فقد علموا أنه لم يعد مع السلطان أحد وأنه محتار في أمره فكتب إلى الحاملة وقبائل الحوز طالبا منهم النجدة وأنهم إذا بعثوا له برجال سيعفيهم مدة خمس سنوات لكن لم يستجب لطلبه وها هي بعض أفواج البرابر أخذت تقلق ضواحي فاس القريبة فكانوا يرون بالبرج الجنوبي وبدار الدباغ وهي في ملكية السلطان جنوب المدينة ولم يتفرقوا إلا بعد قصف المدافع وقد كانت كل الطرق المؤدية إلى فاس مقطوعة ومحروصة وأصبح التزود بالمؤن صعبا فأخذ الفاسيون يحتجون في بيوتهم وطلب من محلة شراردة الالتحاق بفاس ومن الجنرال مواني أن يبعث محلة الحوز الموجودة حاليا بالرباط وأخذ حركة من 1500 رجل من قبائل الشاوية بقيادة سيمحمد الأمراني ونهب بانومطير مكناس وبايعوا بها أخ السلطان مولاي الزين الذي ما فتئ أن كون مخزنه في 19 أبريل وأصبح من الصعب على محلة شراردة الالتحاق بفاس لأنه كان عليها أن تحارب يوميا القبائل التي تعرقل سيرها وتنادي بالانتصار خاصة أن الشرفاء تراجعوا إلى فاس واشتراردة وباني حسن خلفها ولوداية واشتراقة وأولاد جامع يقفون أمامها فالتمرد على أشده والبلاد في فوضى حقيقية وكانت القبائل المتمردة معسكرة براس الماء أشراردة وباني مطير وزرهانة وسيد أحمد البرنوسي شراغة ولوداية وأولاد جامع وبضواحي سيد حراظم باني وارين وغياثة وغير بعيد من دارد بيبغ أيت يوسي وكان لهم نفس قائد العمليات الذي يعطيهم الأوامر بالدخول إلى المدينة كل واحدة حسب موقعها ولم يبقى مع السلطان إلا بعض الحيينة وبعض فرق بني وارين وناداهم السلطان من جديد للانضباط والتعقل بواسطة سيمحمد بشنافة الوزاني لكن هؤلاء الرجال لم يكونوا يرجعون إلا لأخذ الأسلحة والنقود حيث كان يعطي عشرين فرنك يوميا لكل فارس وأصبحت مصاريف الحرب أكثر إرهاقا للمخزنية والوضعية بفاس أصبحت أكثر خطورة فتدخلت المواد الغدائية وارتفعت الأسعار كثيرا وأصبحت العصابات تتردد على الطرقات كما كان وضعية الأوروبيين الذين يريد البرابرة طردهم أقل أمانا ولكي يبعد مولاي عبد الحفيظ عنه المخاطر خاصة أن ذوي الرصاص وصل إلى دار المخزن فإنه طلب مساندة الحكومة الفرنسية في 4 ماي بينما أرسل الإسبان عشرة آلاف جندي إلى ضواحي سبته والألمان يريدون التمركز بسوس فأنت تعرف البقية ولست أدري لماذا تريد أن أحكي لك بعد ذلك وكان يتحرك مع المحلة التي جمعها الأمراني 2000 من المشاة بقيادة العقيد بغولا والتحقت بها في لالايتو قوات دعم بالمهدية مع العقيد جوغان في 13 ماي كما وصل أيضا الجنرال مواني مع أفواجه من الدار البيضاء وانطلق الكل نحو فاس عبر طريق ذكوطة ووقعت عدة مواجهات لا أستطيع وضعها لك ودخل الفرنسيون فاس يوم 21 ماي 1912 فتنفس الكل السعداء وواضح بالنسبة لكل الفاسيين أن مولاي عبد الحفيظ لم يتجه سوى تدخل الفرنسيين الذين تسمع أبواقهم من معسكرهم بدار الدباغ وعزل السلطان الوزير الأول سلمدن الجلاوي وعين باشا على مراكش سيدريس وولدمنو الذي عود بالستهام الجلاوي في 26 ماي 1912 وكان على الفرنسيين للاستيلاء وتهدئة ضواحي فاس أن يقوموا بعدة مواجهات ضد القبائل الثائرة وقد خضع أي تيو سي في 18 ماي وبنمطير واشترادة في 2 يونيو وأدوا غرامة خسائر الحرب لكن فاروا من جديد ما دام معسكر الفرنسيين قد هجم من قبل أي تيو سي وأيت سغروش وبني وارين وبني سادا في 6 يونيو وبعدما أجل الفرنسيون الخطر عن معسكرهم أرسلوا حملة إلى صفر وأخرى إلى مكناس بومطير وغروان حيث استقبل الجنرال موني مولاي الزين مستسلما خائفا هو والقبائل التي بايعت وظل المدن الجلاوي يراقبه السلطان بعد أن أذن له بالذهاب إلى قصبته بتلوات وعرض الحاج محمد المقري وأصبح وجود الفرنسيين واضحا على مستوى تنظيم الجيش وتسيير إدارة القبائل وتحولت سلطتها بصفة طبيعية إلى حماية أما الدول الأخرى فقد كانت تعطي لفرنسا حرية التصرف في كل شيء شريطة أن تترك أو تسمح لها بالمتاجرة في المغرب ولما تخلى الكل على مولاي عبد الحفيظ أصبح مضطرا لقابول دعم ومساندة الفرنسيين وعندما رجع موسي رونو إلى فاس ومعه نص الاتفاقية 25 مارس 1912 وقعها بعد أيام من التردد وعندما انتشر هذا الخبر تمردت القبائل من جديد وتوفرت الأعصاب بالعاصمة وتسربت تدمر والقلق إلى أفواج الجنود فالسلطان الذي بويع ليقف ضد النصارى قد وقع معهم الاتفاقية وكان يقال في الأسواق بأن عبد الحفيظ قد باع المغرب نهائيا للفرنسيين الموجودين بفاس وإلى الإسبان الموجودين بالعرائش والقصر ونزل يوما المتمردون من قصبة شراردة وكان جنود الطوابير المتمردون من كل الإصلاحات المراد تطبيقها عليهم والتي لا يفهمونها مدعومين في ذلك من أفراد المخزن القلقون على مصيرهم وعن قوادهم قد قتلوا ضباطهم الفرنسيين وتسللوا إلى فاس في محاولة لقتل كل الأوروبيين الذين يجدونهم في طريقهم في 17 أبريل 1912 ولم يعود الأمان والهدوء إلى المدينة إلا بعودة حملات مكناس وصفر وتيففلت وأدرك مولاي عبد الحفيظ أنه لم يستطع أن يبقى على العرش وعندما وصل الجنرال يوطي الذي استقبله بفاس 24 ماي لأخذ الإدارة العامة للشؤون المغربية تلسيق مع السلطان طلب مولاي عبد الحفيظ الذهاب إلى الرباط تاركا خليفته مولاي يوسف في 6 يونيو بفاس وصحبه إلى الرباط عسكر العبيد الذي يراد أن يحول إلى حرس شريفي ملكي فاتجهنا إلى مكناس مع الوزير رونو الذي اتجه إلى طنجة وبالرباط ألح السلطان على ترك السلطة الملك فأعطي تعويضا جيدا واتجه مع نسائه وعبيده وبعض أقاربه إلى طنجة ليلتحق بعدوه القديم المخلوع مولاي عبد العزيز في 12 غشت 1912 ورجع طابور عسكر العبيد إلى فاس التي بويع بها السلطان مولاي يوسف بموافقة اليوطي في 20 غشت 1912 فماذا وقع بعد ذلك بعد أحداث فاس برز روكي جديد الشريف السلح الجامي عند جباله حيث جمع محلة ووصل إلى حدود الحجر الكحلة وأخذ يقصف فاس بل إنه دخل زاوية مولاي إدريس التي أخذ منها غطاء الضريح ليظهر للقبائل أنه دخل فاس فخارج القائد الفرنسي جورون بعد أن انضمت إليه قوات القبائل من باب الكيسة في اتجاه زلاغ وهزم محلة الحجامي بالحجر الكحلة وفي الجنوب دخل ابن ماء العينين الهيبة مع محاربين من سوس ودرعة في 18 غشت 1912 في مواجهات الفرنسيين في مراكش وسجل كل الموجودين بها منهم لكنه لم يستطع الصمود أمام أفواج مونجا بسيدي بعثمان وكانت هذه هي آخر أنفاس مغرب قديم مات بكل ما قلته لك من تاريخ أمس ويجب أن تعلم أكثر مني أن ذاكرتي ليست جيدة فيما يتعلق بالأحداث الراهنة عكس ما حدث في عهد مولاي الحسن ومولاي عبد العزيز لأنني لم أصبح فيها شيخا بعد فالطرق الآن أصبحت معبدة بدل الطرق الترابية العادية وحلت القناطر محل المعابر والمرافئ فقد مضى زمن أفواج الجنود المغنين في السهول زمن السروت أفواج الخيل زمن القصارة الكلام غير المنتهي زمن المحلات وفي كل واحدة أقول هذه ليست سوى ذكريات خادم قديم مثلي يحكيها بأسى وأسف وبهذه الكلمة الحزينة أنهى الحاج سالم العبد روايته تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر